كوكول بناتصافا كي بقيتم مزيان كنتمنى تكونوا باخر وعلا خير بصحة جيدة ان شاء الله اليوم نصيبوا واحد الفلفلة مقلية في الكوكوت بطريقة سهلة كتب في سبعة ديال الدقايق بطريقة سهلة بزاف وزوينة وما كانت تعدبوش فيها كيما كتشوفو عندي هنية شوية ديال الماء في شيئينة ودرت معاه واحد القطارات ديال الخل كنغسلو الفلفلة ديالنا مزيان باش كتتحيد منها داك الاوسخ تتحيد منها داك الجارات الملي كنكونوش كنشوفوها بالعين مجرادة كيما كتشوفو كنغسلوها ها كمزيل الفلفة ديالنا كاملة وكنحطوها على جانب من بعدها البناس مغسلنا ها كيما كتشوفو انا انا نفتحوها بسكين باش مغير باش نحي نشوفو شلا فيها شي دودة ولا شي شي عقرب حيث كتكون فيها الدودة ولا عقرب ولا شي حاجة باش ما ناكلوهاش وشي نتسمو كيما كتشوفو كنحاولو انك اننا نشوفوها هاكا ولا بغيتو قاع ممكن انكم توليو تغسلوها غسلوها مهم البناس ندوز عليها كاملة نفتحها بهالطريقة هادي حتى سنتأكد ما فيها والو من بعدها البناس كنقبطوه الملحة كنقبطوه الملحة كنناخدوه الرص ديال الموث وكنديروها في ذاك الفلفل ديالنا علاش باش كتجينا بنينا ذاك الملحة كتطلق فيها واحد البناس زوينا بزاف وكتديروها في هاد هاد الطريقة هادي كتديروها ممكن ديروها المقبلات ممكن تاكلوها غي هاكاك مع القطنية غي تصوبوا هاكا وتاكلوها مع القطنية صراحة كتجيزوين بزاف بهالطريقة هادي من بعد البناس هنزول كوكو ديالنا كنجيبو الكوكو ديالنا كنستفو في هادك الفلفلا ديالنا هاكا غي ما تكتروش الفلفلا بزاف باش ما تجيش ما تجيكمش اسميتو بزاف في الكوكوت وحدي ما تبغيش تطيب خصافين تنفس البناس عندي هايا واحد نصف كاس جيال لما كان خوي هاكا على الجنيبات في الكوكوت وعندي هنا واحد شوية ديال زيت المائدة او زيت الرومية كنديرغي واحد الخطيطات قلالين بزاف هي خطيطات هاكا صافيا البناس كنشدو الكوكوت ديالنا وكنديرو لها الصفارة وكنديروها من فوق البوطاء على نار مهيلة من بعد من قبل كان نشعلو النار هنتو ما تشوفوا معايا هانتو ما البناتش عنا النار مجهده لانحطو عليها الكوكوت ونخليوها تتصفر من بعد ما ما نحسو بي ان هاتتصفرات هات كان نقصو كان نقصو العافياء قليلا وكنخليوها تطيب سبعات دقايق لا غير ما تخليوها شو تطيب لكم بزاف بش ما تهرل لكم شو ما زقو كدلك خليوها تطيب سبعات دقايق سبولها سبعات دقايق رهاتك فيها هانتو ما البناتكي ما كتشوفو مبعد ما 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 صفرات الكوكوت صافيت كان نقصو كنخليوها تطيب على نار مهيلة ميتا هكا كا سبعات دقايق هانتو ما البنات مبعد ما طابت ليا تشوفو معايا دبان اني عاد حليتها دبانا سخونة منزالة سخونة عادها من البوطة هنحلها معاكم وتشوفو كيفاش كتجي كتجي صراحة طايبة ومشوية في الكوكوت كتجي زوينة طايبة 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 كتجي زوينة وبلا تعب وخصوصا لك انت عندكم الفلفلة بزاف كتبقا وكتجي متعبة في البوطة وكتقلي وكتجي غير صحية بدك الزيت مقلية شاربة الزيت بزاف هالطريقة هذي البنات زوينة هانتو ما كما كتشوفو رها طايبة لي مزيان نصفيها في واحد الشبيكة ونخليها حتى تبرد وارمي هاد المهادة من بعدها البنات ما بردت لي بحيت من هادك الزريعة وقشرتها هانتو ما كما تشوفو دبان صوبو بها واحد المقبلة لي كتجي زوينة انقطحها هكا سويرات او شرائط ممكن البنات تديروها غيه هكا وتديرو عليها شوية شوية ديال الملحة والكامون وزويتها بلدية وكتديوها من فوق البوطة وتجيبوها وكتحطوها هكا في ما بين لطيبتو هكا قطنيالو بياه ديس كتحطو هكا جي زوينة بزاف بغيتو تديرو بيها شليضة بغيتو تديروها بيها مقبلة بغيتو تجمعوها وتخليوها هكا وتديروها في الفريقو ديالكم كتبقى زوينة بزاف غي ديروها في البلاستيك ما تخلاش لبرد وحطوها في الفريقو تتحتاجوها كما قلت لكم المقبلة عندي هناي عندي مطايشة جوج مطايشة شوية عندنا الفليفلة اللي وجدنا عندنا ربعة ديال التوم ديال فصص التوم عندنا قصبور وهناي يدنجال وحدة كبيرة وزيت البلدية مهما ندوزن نقدمو المقبلة ديالنا من بعد البناس كنناخد المقيلة ديالي كندير في هاداك المطايشة داك جوج ديال الطماطم اللي مشوين اما اما شوهم في الفران اما في البوطة لكم الاختيار باللي بغيتوا تديروهم خضرين ديروهم مهم كي يجيوهم عاديا كما كتشوفوا كنناخد هنا فصص ديال التومة كنقطحون قطاع صغيرة جدا البنات اللي بغاوهم اللي ما كيبغيوش التومة هكا ممكن يحكوها كي ما كتشوفوا عندي هنا يزيت انا درت هنا واحد شوية ديال الزيت الرومية او زيت المائدة وندير هنا تقريبا نصف كاس ديال الزيت البلدية هنخلي فيه واحد شوية باش نضيفه في التالي بالنسبة لنات العطرية عندي هنا بالنسبة عندي هنا ديال الحميرة او الفابريكا عندي هنا واحد نصف معلقة ديال اللي بزار وربعة معلقة ديال اللي بزار عندي واحد شوية ديال الملحة الملحة كيبقى لحسب الطب كيما كتشوفوا عندي هنا الهريسة ما تكترش من الملحة حيث كي عندي الهريسة مالحة كيجيزوينة مع المقفيلة بتايا كيجيزوينة اللي ما كيبغيوش من ديال كيما كتشوفوا ورشعوها البطات تحمر لنا بحالية نحسوا بيان بحالية طيب وتهرى وتبدأ تتقلة بالنسبة لبنات كيما كتشوفوا هاي بدأت كالطيب ليا طابت ليا وكنزيد عليها هنا يدك الدنجالة اللي مشوية مشوية كبيرة دندي دنجالة كبيرة مشوية كيما كتشوفوا انا شوي تاغين فوق البطا ومو متوما كيبقى لكم اختية عندي هنا يلا كنزيد هنا واحد شوية ديال القصبور ممكن انكم البنس تدقوا القصبور ساوك يعطي واحد المضاق زوين زوين في هاد زعلوك ديالنا او المقبيلة كيما كتشوفوا كنبقى نحرك بهالطريقة هادي حتى نحس بانها بانها خصة تشرب ذاك الماء ذاك الماء ما يبقاش فيها لتبقى فيها غيز زويسة فقط كنوضع ذاك الفلفل الجيالي اللي طيبت معاكم كيما كتشوفوا انا راني ما ضفتش كل شي ضفت غيره واحد جوج فلفلات طبقي خليتو طبقي جوج او ثلاثة الفلفلات اللي كتضيفو صافي طبقي خليتو باش نصوب بيه حاجة واحد اخرى كما كتشوفوا كتبقوا تحركو هكا بها الطريقة هادي حتى الهدف ديالنا هو انه ما يبقاش ذاك هاد زعلوك ما يبقاش فيه الماء كنزيدو هنا يدك الزيت اللي خليت معاكم قبيل اقول لكم انضيفوه صافي البنات وكنخليها هنا يطيب طيب واحد شوية من بعد البنات ما تقلت ليه هانتو ما كتشوفو الزيت فيها بقات غير الزيت ما بقاش الماء صافي كان وضعوا واحد المكوين اللي كيخليها هو هو الكامون كنديرو نسمع القادية الكامون هالكامون ما كيخلق لاش ما ضفتوش في اللول حيث باش ما يحرليناش ما يجي ناش حار كنوضعوه ثلثالي كيعطين ما ضاقوا وعره البنات غي ضيفوه غي ضيفوه وانتو ما تشكروني عليه كيجي تزوين ما تضيفوش نهائيا في اللول خليوه حتى التالي صافي البنات كيما كتشوفو كنخلي هاد زيت تقلح حتى ما تبقى لي غي ضويتا وصافي بك نقدمها هانتو ما كيما كتشوفو من بعد البنات ما طابلية كيجي زوين بزفزف ورائع واللي ضاقوا كيجي زوين ما فيش المدق ديال الحرورية اللي كيما قوت لكم كيجي بنين بزف وديال وصفة ديالنا بالنسبة للفيل فيل ممكن انكم تديروها بزف ديال المقبيلات اللي كيجي رائعة بزف وكنتمنت اعجبكم الوصفة ديالنا وتدعمونا في اللايك وتبرتاجيوا الفيديو وشكرا على المتابعة ديالكم اشتركوا في القناة